السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات كويزين بوشرا أشبي فكنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وإن شاء الله الفيديو ديال اليوم جيت نقدم لكم كيكا ديال ما و الكاكاو بالنسبة لها الكيكا الليدة بزاف وسهلة في تحضر ديالها كي عشقها الكبير و الصغير ما كيش لي ما كيدوقها وما كيتلبش المكونات اللي فيها فبنسبة لي كنت قدمت لكم فيديو في صور ديال الوصفات اللي سبق لي وحدت في الفيسبوك وكنتمنى بينهم هاد الكيكا ديال ما و الكاكاو وكنتوا طلبتوا مني أنني نقدم لكم هاد الوصفات كلها في القناة فإن شاء الله هادا هو أول فيديو في هاد الكيكا ديال ما و الكاكاو قبل ما انتزوا نشوفوا المكونات هاد الفيديو درتوا بتعاون مع واحد الأخت وصديقة عزيزة عليها بزاف اللي بدورها غادي تقدم لكم جاجة طيبة في تنجرة ديال الضغط ومعمرة ومحمرة في الفران رفقتها بالخضر كيف ما كتشوفوا بين فيها اللي ده بزاف إن شاء الله تلقوا الرابط ديال هاد الفيديو في صندوق الوصف والرابط كذلك ديال القناة ديالها سميت القناة ديالها أم هدي إن شاء الله تمشوا القناة ديالها وتشجعوها لأنها كتستحق تجي عندها بزاف ديال الوصفات ناشحة وراقية وفي المستوى هاد الوصفات كيف ما كتلاحظوا فهي غزالة بزاف فما تنسوا الشي لمشيتوا زرتوا القناة ديال لأم هدي تخليوا لها التعليق ديالكم وتقولوا لها بأنكم جيتوا من طرف ديال البوشرة أجبة فبنسبة لكيكا ديالي ومان شاء الله غادي نقدم لكم هنا الكيكا ديال ما والكاكاو عندي هنا فيها أربعة ديال الحبات ديال البيض وعندي هنا يزلاف متوسطة ديال سكر حبيبات فاكت عبروا بأي زلافة موجودة عندكم في البيت سواء كانت كبيرة أو لا متوسطة بهذا الشكل غادي نعبر بهاكي فيما ذكرت لكم جميع المكونات بنسبة الهنايا درت ربعا ديال البيضات زلافة ديال السكر سانيدة السكر حبيبات وكنخلط الكل بالخلاط اليدوي حتى كنحس بذك السكر حبيبات بدك يدو بعد ما خلطت مزيان هاد البيض مع السكر سانيدة دابا غادي مشي باش نضيف المكونات الاخرى عندي هنا يزلافة ديال زيت المائدة كيف ما ذكرت لكم كان عبروا بنفس زلافة فاللي بغا يعبر بالكاس كبير ديال الماء فحته هو يعبر به جميع المكونات من بعد غادي نضيف هنا يزلافة ديال ديال الماء دا فيه اللي درت فيه معلقة صغيرة ديال الخلبيض كنخلطو هاد المكونات مع بعضياتها حتى كنحصلو على واحد الخلط اللي كيكون مرغوي من الفوق من بعد غادي نمشي نضيف على هاد المكونات بنفس زلافة دائما غادي نعبر هنا اياه نص ديال زلافة ديال كاكاو الحلو هذا هو الكاكاو الحلو اللي كنديروه مع الحليب الساخن تقريبا عندي نيابا كيا صغيرة اللي كاتباع ديال كاكاو الحلو كنخلطن زيان هاد الكاكاو الحلو مع هاد المكونات حتى كينساجمو ومن بعد غادي نمشي نضيف معلقة كبيرة ديال كاكاومور فبنسبة للكاكاومور إلا بغيتوا تديرو جوج ديال معلق فكتضيفوهم أنا هنا يكنتبقت عندي غير معلقة من بعد كنخلطن زيان هاد المكونات حتى كينساجمو فانا كن حماق على اللون ديال الشوكلاد من بعد غدي نضيف هناي معلقة صغيرة ديال قهوة سريعة الدوابات قريبا صاشية وحدة ديال القهوة غدي مشي باش نعبر بنفس زلافة عندي هنا جوج ديال زلايف ديال دقيق الابيض أنا هنا غدي نضيف زلافة اللولى ومن بعد غدي مشي نضيف عليها معلقة كبيرة ديال بيكين باودر الخميرة حمراء تقريبا جوج ديال صاشيات ديال الخميرة حمراء وكان خلط هاد المكوينات مزيان حتى كان نحس بهذاك الدقيق نساجم مع المكوينات وغدي مشي باش نضيف زلافة تانية فبنسبة لأخوات لي غدي ضيف وجوج ديال معلقة كبار ديال كاكاو فمن هاد زلافة تانية كتنقصو معلقة كبيرة ديال دقيق الفورس من بعد غدي نخلط نزيان هاد المكوينات حتى كان حصل على الخليط بهاد الكاتفة كيف ما كتشوفون من بعد مشيت خليت هنا المول اللي دهنته بزبدة ورشيته بطقيق الابياض ومشيت خويت عليه هاد هاد الخليط ديال الكيك دائما نرفعي ديال الاعلى باش هكا كي تللي نوح الهواء في الوسط ديال كيك وكي تنفخ لنا غدي مشي ندير الكيكا طيب في الفران من الاسفل حتى كتنفخه من بعد تحمر شوية من الفق وغدي مشي نوجد سيرو باش غدي نسقي هاد الكيكا عندي هنا يا كاس ديال عنبا ديال سكر ساندة بنفس الكاس غدي نعبر كاس ديال معا دي ومع القاة صغيرة ديال القهوة سريعة الدوابان وغدي ندير الكل على نار اللي كتكون متوسطة وغدي نخلي هاد سيرو باش غدي نسقي هاد الكيكا حتى كيغلي بهاد طريقة كيف ما كتشوفوه ومن بعد غدي نقفع عليه النار وغدي نخلي هاد السيرو باش كيبرد وبعد ما كان خرج الكيكا فهي هادي بعد ما طبت وهي ما زالة سخونة قدرتها في طبق ديال تقديم ومن بعد غدي نسقيها بهاد السيرو لكيكون برد فبنسبة الاخوات اللي غدي يخليوا الكيكا حتى كتبرد ضروري ان السيرو يكون سخون باش هكا كتشرب لنا هاد الكيكا هاد السيرو كامل انا غدي نكمل كيف ما كتشوفوه سقيتها مزيان وتشربت هاد هاد السيرو كيف ما كتشوفوه كتجيه شيشا ومن بعد خديت هان هاي الشوكولات بنسبة لهاد الشوكولات انا خديت الكريمة السائلة وصخنتها مزيان ومن بعد ضفت عليها الشوكولات وحصلت على الصلصة ديال الشوكولات ممكن تدهنو فقط بضانيت ديال الشوكولات او لا تديرو صلصة ديال كاكاو اللي اسبق لي وحتتها في القناة ان شاء الله تلقى ورابي ديالها في صندوق الوصف بعد ما دهنت مزيان هاد الكيكا به هاديك الصلصة ديال الشوكولات بنسبة زين حسب الرغبة ديالكم ممكن تزينو باللزم هرمش انا هنا يدرت شوية ديال الشريحة لمقطعه مربعات صغيرة وتمر كيف ما كتشوفوه خطوط ديال الشوكولات ومن بعد درت هنا يا شوية ديال كوك اللي زينت به ها الطريقة كيف ما اذكرت لكم بنسبة زين كل واحدة زين حسب الرغبة ديالو انا هنا يغادي نقطع لكم من هاد الكيكا باش شوفوها كيفاش كتجي من دخل وخاهية مازال اسخولة مازال ما خليتها تبرد فكيف ما اذكرت لكم هاد الكيكا كتجي غزالة بزاف وكتشي فازقة من دخل كيف ما كتشوفو فهي كتجي تشربات هادك سيرو واحتى هادك السلصة ديال الشوكولات كتشرب منها فان شاء الله هاد الكيكا ديال ما تنال اعجاب ديالكم وكيف ما اذكرت لكم غادي نقدم لكم بزاف ديال وصفات ليش شوف هادك الفيديو ديال الصور ديال وصفات ليسبق لي وحدتها في الفيسبوك فكنتمنى لكم فرجة ممتعة وان شاء الله كيكا ديال يومات جربوها وتنال اعجاب ديالكم اطلقوا فيديو قادم بإذن الله